يحلم ذبيح الله الجالس في صالون الحلاقة الذي يملكه في كابل بتحقيق السلام في أفغانستان لكن ليس على حساب عودة شرطة دينية تطارد الأشخاص بسبب منابسهم أو تسريحات شعرهم لم يكن الناس يهذبون لحاهم وكانت قصات الشعر بسيطة للغاية وعادة ما تهذب لأن طالبان كانت تقص شعر الناس والشعب الأفغاني فتي مع ثلثي الأشخاص تحت عتبة الخامس والعشرين من العمر وذبيح الله من هذا الجيل الذي يضم العديد من النشطين والصحفيين الرافضين تماما لأيدولوجيا الطالبان لكن كلما أظهرت مفاوضة السلام بين المتمردين والولايات المتحدة في الدوحة تقدما متزايدا يدركون أنه يمكن لطالبان العودة إلى اللعبة السياسية ما يغلقهم كثيرا لا نريد سلاما يحد من حرية التعبير ويمنع النساء من العمل بحرية وتؤكد طالبان من جهتها أن مواقفها أصبحت أقل تشددا حول بعض المسائل الاجتماعية لكن السكان الذين يعيشون في المناطق تحت سيطرة طالبان لا يؤيدون هذا الرأي